المنتسبون إلى القبلة انقسموا في أسماء الله عز وجل وصفاته إلى أربعة أقسام القسم الأول من نفى عن الله عز وجل الأسماء والصفات وقال ليس لله أسماء وليس له صفات ذات مجرد بلا أسماء ولا صفات وهؤلاء هم غلات الجهمية غلات الجهمية نفوا عن الله الأسماء والصفات وهذا في الواقع وصف له بالعدم القسم الثاني من أثبت لله عز وجل الأسماء مجردة عن الصفات فيثبت الأسماء ولا يثبت ما تتضمنه من الصفات وهذا مذهب المعتزلة فالمعتزلة يثبتون لله الأسماء دون الصفات فيقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر إلى آخرها القسم الثالث من أثبت لله الأسماء وبعض الصفات وبعض الصفات وهي سبع وهؤلاء هم الأشاعرة أثبتوا لله عز وجل الأسماء ولكن لم يثبتوا من صفاته إلا سبع صفات قالوا لأن العقل دل عليها وهذه الصفات السبع جمعت في قول الناظم له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر القسم الرابع أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل ولهذا قال المؤلف رحمه الله ونثبت أخبار الصفات يعني نؤمن بالنصوص الواردة في الصفات ونثبتها جميعها أي لا نثبت بعضا وننكر أو نتأول بعضا